بالدار البيضاء دائماً تلاقينا مع عمار مقيم بالديار الإيطالية عنده قصة فريدة من نوعها مع الحشيش نمشي ونكتشفه شن هو سبب إدمانه كانت حياتي كل أشخاص، حياتي زوينات تانية خدمة، الدراسة، دير هوايات أم الرأسي تانية بشي حوي الزوينا وننتبلينا كما كان قوله فيلم إيرور أنا بعدها بفت صباح كاميرا بعد جوانا ونحن، أنا دعني مجيزة كميرات جوانا الزوانات، كميرات جوانا كما كان، هذا يأتي لناครائية أنا أقام أن أعطيك عقلي في طارية ندرم شما ما حت شوية رياح شما ما حت صور ونطر نصيب شوراق أي محامي كده هذي أنا أقول ليش خدتها شوية ونسمع في الواقع هدري فلوس البليار هذي بيع البيضاء بيع كده غد تخل فلوس بويت لا هماء وتانا لا ما رقيك العكس ولليش أنا كنت أستعمل دك شي أنت لقى موفر حدايا كم بدأ نشم أقول ليش كان وقالي يا الدك وشرع وأقول ليش أنا يعرف وأقول ليش كان أدنى حاجة ديال كانش نشرب الماء حياة حد دير 30 دلم وأقول ليش ناخد الحشيش حد دير 40 دلم وأقول ليش بحل ماكا بحل ماكا تشوية زائرات وأقول ليش ندبر مالا ديالة شريفون وده السلسلاء أقول ليش حاجة دخطف ليم التنظيم والله راكا بالنسبة ليش يفضل الضح كي تسبلي لي ستين درباً بسبعين درباً كان بحل ماكا لكا 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 لكي ماكي نشدوا هلغلوا أخشيش مرة أخرى فريق العمل اضطر أنه ينتقل بالكاميرا الخافية للسوق اللي كيشري منه عمر الحشيش وهنا الصحفي أخذت دور الفتاة المدمينة اللي تكلمت مع البزناز باللغة المتداولة عند المدمينين لا تدرك ما يضط قدامك اوه 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 اوه. اوه اخلينا نجي معك. يسطققدي بقى معك غارد نتالى وليس نشوفها ليش غل ناخد. ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر